تجاهز ماريا بيتها المتواضع لحرب تتأهب لها الجيوش لا يكفي مالها لتهرب مثل ما فعل كثير من سكان البلدة بعيدا عن مرمى النيران التي يتقاذفها الانفصاليون والجيش الأكراني من حين لآخر مطبخها يلخص فقرها علقت مع زوجها وسغيرتيها وسط أنقاذ قرية أتت عليها الحرب السابقة وتتربس بها أخرى أخطر هذه المرة فرقتنا الحرب لدينا أقارب على الجانب الآخر في جمهورية دونيسك أريد أن أراهم لكن الحواج استمنعنا جرمنا في السابق هربنا من البلدة لكن الحرب لحقت بنا وضعنا المادي لا يسمح بالعيش في المدن الكبيرة جهزت الأسرة ملجأا صغيرا تحت الأرض للاحتماء من خطر القذائف التي أصابت واحدة منها بيت جارها الذي رحل من البلدة لسوء الحظ بدأت الثلوج في الذوبان وسكنت مياهه الملجأ لكنه ما زال صالح للاستخدام تصر ماريا وقد خزنت به ما تسمح به ميزانية الأسرة بلدة مارينكا من أخطر البلدات الواقعة على جبهة القتال تواجهها مباشرة على بعد كيلومترات قليلة مدينة الدونياتسك التي يتخذها الانفصاليون عاصمة لجمهوريتهم المعلنة من جانب واحد أحب الروس والصينيين وغيرهم من الأجناس الكتاب المقدس يأمرنا بذلك لن نريد الحرب آمل أن لا تقع فقد عانينا بما يكفي على غرار باقي بلدات خط المواجهة سويت كثير من منازل مارينكا بالأرض تماما وتركت على جدران أخرى ندوب لن تمحى قريبا في ظل حرب الانفصال المستمرة ومخاوف اجتياح الروسي يقلب نظام الحكم في كييف أو ينتهي بضم حوض دونباس الناطق بالروسية إلى باقي أقاليم روسيا الفيدرالية كما هو حال شبه جزيرة القرم التي تطالب أوكرانيا باستعادتها صبر أيوب العربي من إقليم الدونياتسك شرق أوكرانيا